صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن ترك المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند الساعة 11 و23 دقيقة من مساء السبت 28 من شهر مارس لعام 2020 من البلاد صاروخين باليستيين اطلقتهم الميليشيا الحوثية الارهابية من صنعاء وصعدة تجاه الاعيان المدنية والمدنيين بالمملكة واوضح العقيد المالكي ان الصاروخين الباليستيين تم اطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان ولا يوجد خسائر بالارواح ولله الحمد حتى اصدار هذا البيان وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشضايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الاحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان وبين العقيد المالكي ان اطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية الارهابية والحرس الثوري الايراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه الميليشيا الارهابية والنظام الايراني الداعم لها حيث ان هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على اراضيها بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة والتي يتوحد فيها العالم اجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا كوفيد 19 وان هذا التصعيد من قبل الميليشيا الحوثية لا يعكس اعلان الميليشيا الحوثية بقبول وقف اطلاق النار وخفض التصعيد وجديتها في الانخراط مع الحكومة اليمنية باجراءات بناء الثقة والوصول الى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب وانما هي استمران للاستراتيجية استراتيجية ايران بالتزييف والمماطنة لتعميق معاناة الشعب اليمني الشقيق وعدم امتلاك الميليشيا الحوثية للارادة والقرار في انهاء الازمة مؤكدا ان قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الاجراءات الصالمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين وحماية الامن الاقليمي والدولي شكرا شكرا